السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيبي عاملين ايه طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي ان شاء الله احنا نشرح مع بعض المنهج بتاع Time for English مدارس الحكومي طرقة سهلة جدا ومبسطة ان شاء الله استنادي هنقفل في الانجليش الاول يلا بينا نصلي عن نبي ونستغفر وان شاء الله قبل مبدأ يلا بتنساش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس ده اوه هو الجرس اللي على الشمال ده وتدوسوا كلمة الكل عشان شاء الله لكله منازل الفيديو وصلكم على الطول يلا بينا نبدأ يلا نبدأ تعالوا كده نشوف مع بعض اول يونت وعنوانها بيقول ايه At home with Mona At home with Mona يعني في المنزل مع منا وما ننساش نطلع لساننا في كلمة with عشان دي هنا الزا بطلع فيها ايه حرف اللسان ان شاء الله يلا نبدأ معينا الفوكابلر بتاعت النهارده قال للنمبرز النمبرز طبعا احنا عارفينها وانا عارفة انتم عارفينها بس هو ايه احب يأكد علينا وناخدها تاني تعالوا نروهم مع بعض يلا كده one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve اوكي دي النمبرز من وان لحد تولف طيب في كلمة تانية قال لي او ايه قصة كلمة كلها سهلة بيبي يونج تيك ابيكتشور تيك ابيكتشور ساد كاميرا play old happy بابيت طيب طبعا احنا عارفين البورناونز اللي عندي ان احنا عندي عندي اي وي وزاي ويو هي شي ات تمام طبعا قلنا اي انا وهي هو وكمان هنا بيذكرني بالبرناونز طبعا اللي هي دمائر الفاعل قال لي اي انا هي هو شي هي ات هي او هو لغير الغاقل وي نحن يو انت او انتم زاي هم او هنا تمام دي ات لازم طبعا نكون عارفين ولازم نكون عارفين الفيرب توبي والحاجة دي كلها ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل طيب تعالوا نشوف بقى الconversation اللي معانا طيب الconversation اللي معانا هنا بتقول ايه هنا محدثة ما بين girl and boy الجير اللي هنا بتسأله عن عمره فبتقوله ايه how old are you how old are you how old are you فجاهين الولد ردت الله ايه i am ten i am ten how old are you how old are you انت عندي كم سنة انا عندي عشرة انت عندي كم سنة ردتنا اقيت له i am six نقرأها تاني how old are you i am ten how old are you i am six تمام طيب هنا في جوثية لازم ناخد برنا منها ان احنا لازم نحفظ المحدثة اورا ولازم نحفظها ريتن طيب اورا طبعا نحفظها الشفاء ونقود نسأل ماما نقولها ماما هاولد اريو نسأل زمالنا هاولد اريو ونجاوب ونسأل معا بعد طيب ولازم نحفظها ايه لازم نحفظها ريتن لازم نحفظها كتابة وكي عشان بتيجي بتقع الكمفرسيشن في الامتحان وبتيجي برضو في الاختياري اوكي طيب في ملاحظة لازم ناخد برنا منها تاني وهي علامات الترقيم اللي هي وان شاء الله نعمل حلقة كاملة نتكلم فيها عن ادي هنا اه تعالوا هنا نشوف ادي هنا عندي الاتش لازم تكون ايه كابتل ليه عشان ده بداية ونهينا بايه بكويسشن مارك بكويسشن مارك علامة استفهام عشان ده ايه عشان ده سؤال طيب هنا الاي هنا طبعا لازم تكون كابتل وحطينا هنا كومة حطينا سوري حطينا هنا عشان دية اختصار ادي ام بتتكتب كده بس احنا عشان ما نواتش نكتب كتير بنشيل الاي بنحط ايه بنحط ابوسترف وقلنا ام اوكي ايام تين جاء سألنا طبع حطينا هنا برضو كبرنا هنا وعملنا علامة الاستفهام وقلنا هنا ايام سيكس دي سنتنس برضو ونقبر الاي ونحط الابوسترف ونحط الايه الفول ستوب بتاعتي هنا بما انه اه زكر الفيرب تو بي فانا هشرحه لكم كله انا عندي هنا الفيرب تو بي يكون عندي اي وعندي هي وشي وات تمام وعندي البلورال عندي وي وعندي زي وعندي يوم تمام اي بتاخد حاجة لوحدها هي وشي وات بياخدوهما التلاتة حاجة انعرفها دلوقتي وي وزي ويو بياخدوهما التلاتة حاجة طيب يلا نشوفها قال لي هنا اي بتاخد حاجة اسمها ام اي بتاخد حاجة اسمها ام هي وشي وإت بتاخد حاجة اسمها is وي وذي ويو بياخدوا حاجة اسمها are تاني I تاخد am هي شي إت تاخد is وي ذي يو بياخد are ده I تاخد مين تاخد am هي شي إت بتاخد is بياخده مين is المفرد singular ياخده مين is طب البلورال الكامح وي ذي يو بياخده are ليهم صيغة تانية بكتبها بيهم آه ليهم صيغة تانية بكتبها بيهم قال لي هنا ان انا عندي I ممكن اكتبها M Is ممكن اكتبها S R ممكن اكتبها R E انا برضو هنا دلوقتي هستخدم الفرجة بي في السؤال عن العمر انا مثلا شفت ايه شفت مثلا صورة لبابا فانا عايز اقول لها يا ماما هو بابا في السورة دي كان عنده كام سنة او مثلا شفت واحد معدي فعايز اعرف عمره فقول لي ماما ايه فقول لها How old is he ونفرض ان انا زي ما احنا قلنا كده ان احنا شفنا صورة فانا عايز اعرف عمره فقول له ايه How old is لو هو مذكر هقول هي ولو هو مؤنس هقول she هقول ايه How old is he لو هو مذكر ولو هو مؤنس هقول How old is she يبقى كده How old is he أو How old is she لو هو مؤنس ولما اجي جاوب طبعا هجاوب ازاي هجاوب ازاي ها يلا نعمل مع بعض فين الفاعل الفاعل طبعا هنا مين هي فعايز اقول هو بيكون عنده مثلا خمس سنين فقول هي هو بيكون is هي مش احنا قلنا لسه فوق اه ان انا عندي هي بتاخد is تمام فقول he is five years he is five years old تمام طبعا عايز اقول هي فقول she is مثلا twelve years old اوكي يبقى انا ما بسأل عن العمر بقول How old is he لو مذكر How old is she لو مؤنس لما ببدأ اجاوب اعمل طبعا بعمل بببدأ بمين بالسبجكت اللي هو الفاعل وهجيب بعدها الفيرب اللي هو الفيرب توبيه عندي هي وشي بياخدهم is وهجيب بعدها الايه هجيب بعدها العمر اللي انا هقوله تاني الدرس معانا هو درس الورد تايم الورد تايم هنا بيتكلم عن family members family members يعني افراد العائلة اول طبعا حد بيكون معانا في سلسلة العائلة هو مين هو grandfather grandfather او grandmother اللي هو الجد والجدة دول اول حاجة طيب الجد والجدة بيكون عندهم ايه بيكون جايب اللينا mother جايب اللينا ايه father اوكي بعدين بيبقى في بقال في الفاميلي بيكون ايه brother بيكون sister بيكون aunt بيكون uncle اوكي طيب يلا نقرحهم كده كده هم موجودين هنقال ايه mother من الساشن طلع رسالنا في الذا mother father sister brother grandfather grandmother mother 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 father brother grandmother grand father grandmother اوكي i am خالق جات هنا ايه nice to meet you nice to meet you nice to meet you يعني ايه انا سعيد جدا عشان انا قابلتك طيب يلعب او يعزف على الجيتار فجاء اريد دقيت له ايه yes he can yes he can ناخد بنا من هنا ان كان بيجيب بعدها الانفينتف بيجيب بعدها المصدر يعني هنا اقول لي can he play ما قولش he can he plays او can he playing كان هنا بيجيب بعدها الانفينتف بيقول ايه فاقول can he play طيب وين لما اجي جاوب عايز اجاوب بyes فعمل yes وبحط الكومة وبعمل علامة الايه المقص هنا كده تمام بعمل علامة المقص بيجيب الفعل الاول وبعدها بيجيب الفعل المصدر اللي هو هنا كان فاقول yes he can لو نو هقول نو he can هضيف الايه الابوسترو T هناخد درس الثالث وهو درس practice time practice time ده جميل جدا اللي هو اصلا بيعلمك ازاي ده انت تستخدم الوحدة بتاعتك في الكلام وفي اللي انت تتحور مع زمالك وتتحور مع بابا وماما في البيت واخواتك بعتبره بصراحة من اهم الدروس اللي بتكون موجودة في الوحدة عشان كده بنركز عليه كتير قوي وعندي practice time بتاعي النهاردة اللي هو بيعلمني ازاي اسأل عن الشخص ده مين او اللي هو ده مين تمام اه مثلا انا هنا لو انا عندي اه مذكر هقول who is he لو هسأل عن مؤنس هقول who is she طيب ما شرحنا من شوية ان انا عندي is هنا singular بتاخد هي او شي طيب عندي هنا question word بتاعتي who اسمها ايه سنة تالتة اسمها who اسمها who معناها من هو من تسأل عن مين عن الحد العاقل فقول who is هنا طبعا ابصره في استخدصار اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هي اصلا اس بتتكتب كده فقول who is he لو انا اسأل عن مذكر لو انا اسأل عن مؤنس هقول who is she طيب فانا هجاود طبعا هبدأ بمين بالفاعل فين الفاعل هقول هو بيكون بابا هي بتكون ماما فهو قال لي هنا طبعا هي هي تاخد is فقول he is my father ماي دي دمير ملكية اقول he is my father she is my mother هنا لو انا هحطها ايه مؤنس اقول she is my mother he is my father هنا بيوضح لي بيقول لي ان انا عندي who is بتساوي ايه بتساوي who is من غير ايه من غير ابوستروف هنا اختصار لمين للاي دي اللي هي who is طيب he is اهي برضو بتتكتب كده she is اهي لها نفس ايه الطريقة اوكي طيب قال لي هنا برضو هو باستخدمها المين باستخدمها لسؤال عن مين عن العاقل معناها من فقال لي هنا اقول لي who is he who is he طيب قال لي جاب لي هنا اسم مذكر فقول he is my فلان he is my father he is my grandfather he is my brother he is my uncle كل ده ايه كل ده مذكر هنا مثال قال لي ايه who is he قال لي he is my father يبقى ورنا اسك قال لي who is he وهنا answer قال لي he is my father تعالوا نشوف بقى المؤنس طيب قال لي هنا ايه who is she who is she من تكون مين دي فرد جاء قال له ايه she is my I mean my mother ممكن احط هنا she is my grandmother عشان grandmother ايه مؤنس ممكن اقول she is my sister عشان my sister مؤنس ممكن اقول she is my aunt هي بعمتي اه فانا لما اقول هسأل عن مذكر اقول who is he مؤنس who is he who is she طيب انا دوه وانا عايز اسأل عن جامع عندي اثنين تلاتة اربعة طيب احنا عرفين الجامع اللي هو عندي وي وزاي ويو بستخدم معهم فاولينا who are they who are they who are they فجوة لي they are my father and my mother they are my father and my mother هنا انا عندي اثنين خلاص وانا بستخدم ماء عشان اعبر عن ايه عن الملكية تعالوا يلا هنا هنعمل اكتر هنا اقابل بكتشارس اوكي وانا هعمل لها ايه هعمل لها ريد هقرأها يلا هنا بانوتة دي بتسألها وبتقول لها ايه who is she who is she من دي ردقت لها she is my sister she is my sister she is my sister ديت ايه اختي اوكي اجين who is she who is she she is my sister she is my sister ديت ايه اشوه picture number 2 who is he who is he he is my father he is my father اتلا بابا he is my father picture number 3 who is she who is she من دي who is she اتلا she is my grandmother she is my grandmother she is my grandmother اتلا اتلا picture number 4 who is he who is he من ده ها شاترين برافو عليكم اه هنقول هنا he is my ايه ايه ايوه سمعيكم grandfather اكسلن ده ايه اتلا grandfather ده اتلا اكسلن اتلا who is he ها مين هيجيب اكسلن اه هنا ده ايه ده مزكر وداه نمين ده my brother فنقول he is my brother he is my brother okay number 6 who is she who is she من دي اتلا she is my mother she is my mother listen again who is she she is my sister who is he he is my father who is she she is my grandmother who is he who is he he is my grandmother my grandfather he is my grandfather who is he who is he he is my brother he is my brother who is she who is she she is my mother اخي بدرسي معنا النهاردة هو درس الفونيكس تايم نرس الفونيكس تايم الفونيكس تايم النهاردة جايب لي صوتين صوت لج وصوت ليا صوت لج وصوت ليا هنا بيقول لي كلمات بتبدأ بحرف لج لج طبعا الصوت بتاع ج. خاصة لما بيجي في اول الكلام بنطقه ج. ج. وهنا الواي والصوت بتاعه يا. الصوت بتاعه يا. وده طبعا الرمز الصوتي. ده الرمز الصوتي بتاعه. لو انت فتحت اي قموس اي هتلاقي مكتوب فيه كده. هتلاقي الرمز الصوتي بتاع حرف الواي. وهتلاقي الرمز الصوتي بتاع حرف مين? حرف الج. اوكي يلا بنا نقرأ. هنا قلنا هنقرأها ج. عشان جت هنا في قول الكلام في قولي جاكت جام جام جت جمب جوس جيب جق جوك جار جاكت جام جت جمب جوز جيب جج جار تعالوا يلا نقرأ الكلمات اللي بتبدأ بصوت اليا يلو يلو يوغارت يوغارت يو يو اللي كلنا بنحبها يو يو يام 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 لذيز يانج يارت يات يارن يارن يارت يات يارن اتمنى ان شاء الله ان انتو استفدتوا ديت الوحدة الاولى خلصنا ان شاء الله الحلقة جاية نحل عليها ونعمل ايه براكتس كتير بمشأة الله ارجوكو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك